السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات في الفيديو السابق الذي تكلمنا عن تخطي الاي كلود وحل مشكلة اطفاء الجهاز والرجوع الى وضعه الاول وهو طلب الباسورد والايميل الخاص بالاي كلود قمنا بشرح هذه الادات سيف شوت داون وطريقة تتبيتها على الايفون وكل شيء وقمنا باطفاء الجهاز وكل شيء واشتغلت الادات بدون مشاكل وباريحية حاجة واحدة وهي لا تدع الجهاز ان ينفذ بالبطارية لكي لا يقوم بالرجوع الى وضعه الاول اذا هناك من كما رأيتم في الفيديو هذا هو الفيديو الذي قمنا بشرح هذه الادات هي كيف تتبيت الادات سيف شوت داون وتتبيت اداة الفيلزا كل شيء قمنا بشرحه على هذا الفيديو ولكن هناك من وجهته مشكلة كما انا رأيت في التعليقات هناك من وجهته مشكلة عدم ظهورها على الاعدادات كما هو مبين هنا لا تظهر على الاعدادات عندما يقوم بجميع ذلك الخطوات لا تظهر معه اداة سيف شوت داون على الاعدادات كيف هي الطريقة كما ترون هنا لا تظهر على الاعدادات تقوم بالدخول الى السيديا اذا نقوم بالدخول الى السيديا نرجع من هنا نقوم بالدهاب هنا لهذا الخيار كما ترون ونضغط على سيديا انستال هكذا اذا ونقوم بالدغط على موديفي هنا تنبطق معنا ثلاث خيارات الخيار الاول والتاني والتالت اضغط على الخيار الاول هكذا واقوم بالدغط هنا الان السيديا سوف تقوم بالتحديد لوحدها كما سوف يظهر معنا اذا وهذه هي ما سوف نحتاج ان يعمل الهاتف ريستور لوحده هكذا ننتظر حتى يشتغل الايفون اذا نقوم بالدخول الى الاعدادات وكما ترون ادات سيف شوت داون الان انبتقت في الاعدادات الان نقوم بالدخول هنا اقوم بايقاف هذه الخيار اقوم بالدخول الى هذا الخيار الاول هنا واقوم بتفعيل هذا الخيار كما ترون هنا اذهب الى الى هنا الى هذا الخيار واقوم بايقاف جميع هذه الخيارات هنا هكذا وارجع الرجوع اقوم بتفعيل الخيار الذي قمت بايقافه في المرة الاولى اقوم بالخروج الان اطفع الجهاز واعيد تشغيله مرة اخرى كما ترون اشتغلت بدون اي مشاكل طريقة تثبيتها فرأيتهم معي في الفيديو سوف ادع لكم رابطة تحت هذا الفيديو هناك من حدثني عن الشبكة ان شاء الله اي جديد في موضوع الشبكة سوف اكون صباق ان شاء الله لتنزيل هذا الفيديو الخاص بشرح الشبكة وتشغيلها على هواتف الايفون اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه بلايك واذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وإلى اللقاء في حلقة جديدة